ممكن فعلاً يحدث تغير كبير في عملية المفاوضات حول السد النهضة؟ انت حرك التفاوض والنزاع ليس جديداً ومستمر وأخذ أشكال مختلفة يعني 2015 كان فيه علام مبادئ وكان فيه جو من التفاوض ومصر قدمت نية سليمة وأياد بيضاء عندما اعترفت بحق أثيوبيا في بناء السد مع وضع شروط عدم الإضرار بدول الممر ودولة المصب اللي هي مصر والسودان ثم جاءت زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي إلى القاهرة وزيارة الرئيس السيسي إلى أديس أبابا ولكن دخول التنافس السياسي داخلياً مع أبي أحمد في أثيوبيا والصراع الانتخابي الموجود فرض مزيدة داخلية أثيوبية على ملف السد أيضاً احتياج النظام المصري أن يكسب نقاط كبيرة جداً تعطيه مصداقية سياسية خاصة بعد اللغة حول التران وصنافير أيضاً ألقى بظلاله على المحادثات فالتغير الدولي الحاصل والتغير المحل الحاصل كل هذا بيجعل هذا الأمر منفتح على كل المسارات قد يكون هناك تقدم من طرف المصري اليوم مع السودان وممكن غداً في دول إغراءات الأثيوبية يحصل تحول أيضاً في الموقف السوداني في هذا الاتجاه الخلاصة في التفاوض نحن نقول لابد أن نركز على المصالح وليس المواقف مصر ليست ضد بناء السد ولا السودان ضد بناء السد الخلافة الآن تحديد